السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الموعد فيما يخص الجو في الجزائرية وهذا الواحد نخلها وبتشوفوا الرمال كيفاش تخمتها الرمال هادي مع الرياح والزمان مع المنطقة هادي في الجنوب بتاعنا ونعطت هذا الذكور تعرفوا بالليد اليامات الرعود دارت حالة دارت حالة على المنطقة الشمالية وكمية عمطار محليين كانت لبس بها البارح 16 صباح واليوم 16 صباح سجنا بعد الكميات نعطيهم لكم هذه كميات همت خاصة الولايات الغربية وايضا الوسطى خاصة الغربية نبدأ بربع مليمترات سجناها في تيارت وفي الجزائر العاصمة في التنس سجنا 12 مليمت في منطقة عينب السام سجناها 13 مليمت هي ومدينة الشلف وما فيما يخص البويرة 21 مليمت الله يبارك المدية 35 مليمت في المدية وهران 20 مليمت في منطقة غيليزان بغرب البلاد 31 مليمت مع اسكر 23 مليمت الله يبارك سيدي بالعباس 53 مليمت حبي يقول 35 مليمت في المتر مربع سين كونتر والليتر والمتر كاري الله يبارك هذه كما نقول له نسبة معدلة على الشهر ونختمها بمدينة سعيدة ونسجناها 16 مليمت وما زال الخير لأنها مازال هذه الليلة هذه ننتظر بعد الروض وأيضا بعد الأمطار نشوفوا الحل كماش راح يكون صباحة نهر الغد إن شاء الله على مستوى بلدنا عموما يبقى بعد التقسي متقلي بوغير مستقل مع رعود وتقدر تمد الأمطار خاصة على الولايات الوسطى وأيضا الشرق ما بين أقصى الجنوب وأيضا كل هذه الولايات بسبب المتار بلد الجزائر المدية البورة تزيوزو بجاية بورس بواري ريج المسيلة قسمتينة ميلا جيجل سكيكدا كل هذه المناطق عموما تكون مغيمة الحلاهية وتبسة وسقهراس وقلمة لجين مع تقريب الحدود غرب البلاد كذلك بعض الغيوم تقدر تكون هذه المنطقة مع احتمال رعود منعزلة تقدر تكون بدون أمطار على بعد المرتفعات تعغرب للبلاد كمرتفعات سعيدة أو سليب العباس وتلمسان وسما مولى بدأة لشامل الصحراء حتى تمتد حتى تقريبا للصحراء الوسطى وكذلك سوحهم النواء العالي على أقصى الجنوب والصفاء يهم كل المناطق تها الجنوب الغربي زحر التنزلوف والتعصيلي والجنوب الشرقي جزء لدرجة الحرارة ننتظروها خدوة صباحة إن شاء الله مع الفجر فريشكا الحال 17 درجة من جهة مدن الأوراس وسطيف 19 بالعاصمة وحرن بنصاف غزوات مستغانم أرزو 19 كدريك في سيدي بالعباس مغنيات لمسان 18 في الجلفة والبيض 19 في الغواط 20 بتزوزوا البويرة البليدة البرواقية معين والسارة 22 في غردايا 22 كدريك في طمر راست 21 في منطقة تندوف 25 في جانت 27 في منطقة رجان وأضرار 26 في منطقة عين صالح وتيميمون 27 في منطقة برج باجي مختار دو كنشوفوا الوضعية كيف واش رح تكون ظاهرة نهر الغد يبقى تبقى سمامة ملبدة من الأطلس الصحراوي لسوح البحر الأبيض المتوسط وش اللين تنسي تتعلي زوراج تكون ضعيفة بارابور ريامات اللي فاتو تضعاف شوية لأنها نرتقبوا بعد الرعود خاصة تنتهم بعد الولايات الغربية كل ولاية الغربية من سوح البحر الأبيض المتوسط وأيضا سوح للوسطة حتى تقريب شمال الصحراء رعود تقدر تمت بعد الأمطار محليين خاصة على المرتفعات الجبلية بينما غير شرق البلاد سمامة عموم من ملبدة كذلك على الصحراء الوسطة كذلك هنا احتمال بعد الرعود المنعزلة على منطقة تينيركوك فاتيستا بالقوزة تيميمون عين صالح كذلك حتى تقريب أضرار وأيضا سمامة ملبدة إلى غائمة لأقصى الجنو خاصة للحدود مع المالي إحتمال لرعود منعزلة مع إحتمال بعد القطرة بالأمطار على هذه المنطقة زوابة رملية على الصحراء الوسطى على أقصى الجنوب وعلى أيضا الشمال الصحراء والصفايحة من الجنوب الغربي وأيضا كل هذه المنطقة على الجنوب الجزائرين جزء لدارة الحرارة ننتظرها إن شاء الله خلال الظاهرة 31 بقاسمتنا وإذن باتنا قلمة 30 بعنبا جيجل وسكيكدات 30 بالعاصمة بازابو مرداس 29 كل من وهران وكذلك سيدي بالعباس 39 ببني عباس 37 بمنطقة تين دوف 42 بورقلا وأيضا عينة ميناس 41 بغردية 44 درجة على الصحراء الوسطى صحر التنزول وتواء أقصى الجنوب كبورج باج المختار و36 درجة إلى 38 درجة على منطقة طامن راست وأجانة تنجزه الميليحة والصيد البحري البحار عموما على طول الشارط الساحلي يكون شباب لأنها الريح ضعيف خاصة إنها سوحة الشرقية من دلس حتى القالة مورون بالعوانة 10 كيلومات في الساعة ومن دلس حتى المرسط بالمهيدة مورون بيتنس 15 كيلومات في الساعة لاتجاه التاريخ تكون مختلفة حرة المية 23-24 درجة مئوية الإشاعة السمشية ما بين 6 إلى 17 أما الرؤية تكون متوسطة من زوج إلى 4 أمية البحرية نخدم هذه النشرة الجوية بالمعلومة الفلكية غرب وشرق السمشة على الجزائر العاصمة وضوحي إلى هذه الحد 6 سبتمبر 2018 على الشرق والغروب الدائمة على الجزائر العاصمة وضوحي أربي دوم وقستوكم على الجزائرية وان ترجمة نانسي قنقر